موسيقى 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 بسم الله والابنة الروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل قوان وإلى ظهر الدور كلها أمين بنعمة ربنا هنبدأ الكورس الثاني في موضوع تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأورثوزوكس والخلق دنيين اكتزنا الكورس الأول مجموعة كبيرة التزموا بالامتحانات والحضور وفي ناس الحياة حققوا درجات عالية جدا بنجاح باهر وكان في ناس آخرين طلبوا أن يلتحقوا خصوصاً أن الشرط الدخول الكورس الثاني اكتياز الأولاني فعملنا ضفعة جديدة بس ذكروا أونلاين فقط على الحاجات اللي منتسجلة وامتحنوا بس لسه نتيجة ما ظهرتش والحياة كان نفسي نعمل احتفال ما بين الكورسين كده أعلن نتيجة الكورس الأول واستقبال الكورس الثاني نهنق ونكرم فيه النجاحين والاسيام المتفوقين لكن للظروف الحالية اللي ما زالت مستمرة بسبب كورونا يعني ما كانتش الظروف مواتية فأرجعنا هذا الأمر يتم لاحقاً إن شاء الله فيه كتير دخلوا بشغف الحقيقة واهتمام وخصوصاً الموضوع بتاعنا موضوع دراسي دقيق متخصص فأنا أهنق كل اللي نجحوا وكل اللي التزموا وكل اللي تابعوا ومازال تواصلنا قائم وفي الأسئلة برضو تتبعت مباشرة ممكن نشوفها في نهاية المحاضرة الموضوع ده أهميته زي ما قلنا إن كان أول نقطة خلاف حصلت في المساحية بسببها حصل انشقاق في الكنيسة ومازالت نقطة الخلاف قائمة تشعبت العائلات زي ما شرحنا قبل كده مش عايز عيد لكن في نقطة أضيفة عند البعض لكن مازالت نقطة الخلاف الرئيسية الأساسية مازالت قائمة احنا طبعا بندرس دراسة لكي نكون ثابتين في إيماننا عالمين وموقنين بما نؤمن زي ما دايما بأردد الآية بتاعة القديس بولس الرسول والقول الجميل أما بيقول إن عالم بمن أمنت ليس للجدال العقيم ولا المبرزة الفكرية ولكن من حقنا أن نبقى فاهمين طالما في نقطة خلافية نبقى فاهمين إحنا بنؤمن كده وكده ليه أنا حرست ومازلت أحرص أن الموضوع بتاعنا يكون موسق يعني خدنا في الكرس الأول مقدمة عامة وبعدين دخلنا في نقطة جوهرية اللي هي مصالحة ربعمائة تلاتة وتلاتين حرست كل الحرص أن تكون كل شواهدنا من الآباء ولا سيامة من صاحب الشأن القديس كورولوس نفسه هو اللي يتكلم ويقول إيه اللي حصل بالضبط فيه طبعا بذكركم بحاجات قلناها قبل كده قلنا أن فكر الكنيسة الأرثوكسية منذ الوداية سابت راسخ فيما يخص ربنا عصا المسيح أنه هو الإله المتجسد كامل في لهوته وكامل في نسوته وأنه حصل اتحاد بين اللهوت والنسوت منذ اللحظة الأولى اللي تواجد فيها النسوت وجد متحد باللهوت هذا الاتحاد اتحاد طبيعي واتحاد أكنومي وبالتالي يكون ربنا يسعى المسيح هو الإله المتجسد زي ما بنقول كامل في لهوته وكامل في نسوته طبيعة من طبيعتين وأكنوم من أكنومين هو واحد طبيعياً وأكنومياً بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير حدث الاتحاد فهو له طبيعة واحدة ولكنها طبيعة مركبة تجمع كل خصائص وصفات الطبيعتين اللهوتية والنسوتية ولكن من بعد الاتحاد لا نتحدث إطلاقاً عن طبيعتين نتكلم عن طبيعتين لما نقول من طبيعتين حدث الاتحاد من طبيعتين لكن زي ما بيقول الكديس كورولوس بمجرد ذكر الاتحاد لا نتحدث لا نتحدث إلا عن طبيعة واحدة هي طبيعة الإله المتجسد وإزاي شرح الكلام دوت قال إحنا نقدر نميز ذهنياً الطبيعتين لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد لأن ما كانش فينا صوت قائم نصوت وجد في الاتحاد فبعين الزهن بنتخيل اللحظة اللي هي صفر من الزمن اللي حصل فيها الزهنياً نميز لما نيجي نشرح كيف تم الاتحاد لأن ما كانش فيه اتنين واتحدوا لا ده النصوت وجد منتحد في اللهوت لكن بمجرد ذكر الاتحاد تبطل الاسنينية تماماً هو واحد ولكنه هو الإله المتجسد يجمع كل الخصائص الطبيعية والأوكنومية لللهوت والنصوت وإزاي أن أبقنا شرحوا هذا الأمر وقدوا أمثلة ليه باتحاد الحديد بالنار أو الفحم بالنار ودينا فكرة عن الخلفية الفلسفية في العصر الأول المسيحي أنه كان فيه مدرسين كبار مدرسة الإسكندرية مدرسة أنطاقيا وقلنا أن مدرسة الإسكندرية كانت متأثرة بفلسفة أفلاطون الميتافيزيقي وبالتالي كان ذهنهم مهيئ وميتكلموا عن الأمور اللهوتية بما أنها أمور ميتافيزيقية لا يخضعها للمقييس والحسابات المادية المحسوسة بعكس مدرسة أنطاقيا قلنا كانت متأثرة بفلسفة أرسطو الواقعية فهذه الفلسفة أو هذا المنهج يصلح للعلوم التجربية الطبعية ويغضع للقياسات والحسابات المادية المحسوسة في الكيميا والهندسة وما إلى ذلك وهنا كان الخطأ إن فكروا أو حبوا يفهموا الاتحاد بين اللهوت والنسوت فالخلفية الفكرية بتاعتهم فبدأوا يحاولوا يفكروا فيه كما إنه الاتحاد كيميائي ودينا تجبيه إن زي التكافؤ العناصر كده إن ما ينفعش عنصر يتحد مع عنصر إلا لو كان نقص ألكترون أو زايد ألكترون عشان يكملوا مع بعض في المدار الخارجي لكن لو في المدار الخارجي كامل ما يحصلش اتحاد كامل مع كامل ما يبقاش اتحاد ومن هنا ويقعوا في هرطقات كتيرة لدرجة من عندهم أنفسهم أحد العلماء يسمي أرست أبو الهراطقة وكل الهراطقة اللي ظهروا في هذا الموضوع كانوا تابعين للمنهج والفكر بتاع مدرسة أنطاقيا بما فيهم أريوس رغم أنه كان كاهن يعني من ليبيا لكن درس بحسب مدرسة أنطاقيا وجاء أبو لنريوس أقرب الاتحاد زي الكنيسة ما بتقول الاتحاد حقيقي لكن بحسب الخلفية الفلسفية بتاعته لازم يبقى فيه حاجة نقص فقال اللاهوت طبعا مش يقدر يقول اللاهوت نقص فقال النسوت يبقى اللاهوت حل محل النفس الإنسانية أو الروح الإنسانية وبالتالي يبقى النسوت مش كامل أو نقص وتبقى طبيعة مش يعني لا تمثل البشرية وحصل نوع من الامتزاج جي في المقابل لما الكنيسة حكمت عليه وأقرت المسيح له المجد كامل في اللاهوت وكامل في نسوته وجينا الصور بعد كده تحمس لهذا الأمر ولكن بنفس الخلفية والمنطق الفكري بتاعهم فكامل في لهوت وكامل في نسوت يبقى في اتحاد ما ينفعش اتحاد فقال بنوع من المصاحبة أو الالتصاق وإذا كان يقول اتحاد فهو اتحاد في الشكل الخارجي لبرصوب أو اتحاد في القرامة وتكلمنا إزاي أن ربنا رتب أن يكون في الكنيسة دايما يكون في شهود وكان موجود البابا كيرولوس عمود الدين وشرح باسلوب رائع التجسد وعقدة التجسد وهنا بيورينا زي لربنا يخرج من الأكل أكلا ومن الجاف حلاوة فأحيانا بتبقى الحاجات دهيت بتخرج لنا روائع جميلة وشرحات بتفصيلات عميقة حلوة بروح بروح المحبة القديس كيرولوس قاد الكنيسة كان الكل بيلتجأ له مش هو اللي نصب نفسه قائد ولكن وضعه وعلمه ومعرفته ومكانته فالكل بدأ يلتجأ له وبدأ يشرح كتب رسائل بروح أخوية لنصور لكنه لم يتراجع وصرق اضطراب كبير في القسطنطنية وما حولها بسبب هذا الفكر وبالتالي قال يبقى العدرة ما هيش والدة الإله لأنها ولدت النسود بس لكن احنا لأننا بنؤمن بالاتحاد لأن المسيح له المجد تولد هو الإله المتجسد فاللي تولد منها هو الإله المتجسد صحيح مصدر الناس منها بالروح القدس لكن في حالة اتحاد زي بالضبط أبقنا شبه الإنسان مننا بيتولد طبعتنا فيها روح وجسد الجسد بناخده من الأب والأم والروح من الله لكن ما نقدرش نقول لأم الجسد لابن الأم فلان على طول كله روحا وجسدا القديس كورولوس والقديس ديس كوروس شرحوا كده وعرفنا وعرفنا ازاي ان النصور لم يتراجع وكان وراه مجموعة من زملائه وقريبه لهم نفس الفكر ولهم نفس المنهج بتاع مدرسة انطاقيا طبعا لما أقول مدرسة انطاقيا مش معنى كده ان كان كل في الشرق كده بالعكس كان فيهم ناس كتير متمسكين ويرفضوا تماما هذا الفكر وهم اللي بدقوا يشتكوا ويقولوا ان بيعلم بتعليم غريبة واشتاكلوا القديس كورولوس مما اضطر الامبراطور لما شاف القلق اللي موجود ان يأمر بعقد مجمع مسكوني واسند الرئاسة فيه للبابا كورولوس عمود الدين انا طبعا انا بقول للتسكرة مش بشرح بالتفصيل يعني وعرفنا ازاي انه زملاء نصور من كرسي انطاقيا هو كان بترك الكوستنطنية لكن هو درس في مدرسة انطاقيا فكان اسقف انطاقيا او بطر يرقى انطاقيا يوحنى الانطاقي ومع مجموعة على رأسهم واحد قلتلكم تخلوا بالكم من اسمه اوي مين لا شطرين سؤدوريتس وده القزم بتاع نصور تعمدوا انهم يتأخروا ما يجوش في معد المجمع وفي الاخر خالص بعتوا مرسال قالوا لو اتأخرنا ابدأوا انتو بعد ايام طويلة فالمجمع اجتمع نصور رفض من الحضور ولكن كتاباته موجودة واقواله موجودة فالمجمع درس هذه الاقوال ودرس كتابات القديس كورولوس وردود عليها فاقر تعليم القديس كورولوس ولسيما الرسالة التي تحوي البنود الاثنية عشر اعتبر اعتبرها اساس للايمان وتحكم على نصور او لما اتحكم عليه وصل يحنى وسقد دوريت السومن معهم وانتو عارفين الحكاية عملوا مجمع اهانوا في البابا كورولوس بشدة مش عايز عيد كتير لكن في النهاية الامبراطور اعتمد قرارات مجمع افاسوس وصار يحنى ومن معه شبه او مش بالشبه بالفعل مقطعين من شركة الكنيسة لانهما لم يقبلوا قرارات مجمع افاسوس انه حتى لو جم متأخرين ممكن كانوا يدخلوا زي ما قال القديس كورولوس قال لو كان هم نيتهم عايزين يعني اه الحق حتى لو جم متأخر يجوا يدرسوا القرارات وحيسيتها وينقشوا لكن ما عملوش كده ان فض المجمع واترسم بطرك بدل نصور اسمه ايه ماكسيميانوس وصار كرسي انطاقيا معزول الكلام ده كان سنة 431 استمر الامر لغاية مجد 433 من قبلها بالشوية من اواخر 32 ماكسيميانوس وبعض الشخصيات حسوا الامبراطور انه يسعى ان لم الشام لي يعني فحصلت محاولات الامبراطور هم اللي قطعين الكنيسة من الشارك وكأن الخلاف بينهم وبين القديس كورولوس باس الخلاف ما كانش خلاف شخصي ده كان خلاف مع الكنيسة كلها فقالوا لا يعني احنا ما عندناش مانع يعني يبقى في تصالح بشرط يتراجع عن كتاباته ولا سيما البنود لاثناشر طبعا البابا كورولوس لما كان في افاسوس اتهان والبهد الكتير وتعرض لافتراءات كثيرة لما راحوا الرسل لي او بعتوله قال لهم رغم الاساءات الكتير والاهنات لكن من اجل السلام ساتنازل من اجل الله عن كل ما لحق به من اهنات قاسية ولكن طالما يكروا بقرارات مجمع افس فبلغوا وقالوا بس هما قالوا انك بس يعني تتنازل عن ايه كتاباتك واراءك وهم قالهم عايزين الصالح والله بيضيفه يعني وقود اكتر او اساءات اكتر اللي هم ازاي تنازل عن كتاباتي وهي كتبت بحق وبيتش كتاباتي ده المجمع اقرها لها قوة المجمع المسكون ما هيش حاجة شخصية فقال لا يعني كل الاساءات ممكن اتنازل عنها لكن بشرط يوقعوا على قرارات مجمع افاسوس اللي هي مبنية على كتاباته وبالتالي ان يقروا ان كتاباته حق ويقروا بعزل نصور وبان العدرة هي والدة الاله وان مكسيميانوس يعتمدو بترك القسطنطينية بدل نصور طبعا لما راحوا كده ارتبكوا وكلاموا منطقه والامبراطور نفسه بعت الارسولاوس ان الصلح يتم على اساس يخضعوا لقرارات مجمع افاسوس فقال لهم هو متنازل عن كل ما يخصه الاساءات الشخصية لكن الشروط كذا 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 فعملوا حيلة ان كلفوا بولوس اسقف حمص قالوا له احنا انفوضك وروح انت اتصلح بالنيابة عننا انا انا طبعا حكيت الحاجات دي بس انا بقولها دلوقتي لان اللي جاي كله مبني عليه مش قضي اعيد وزيد يعني تكرار اما جاي كان القديس القديس كورولوس كان راقد في الفراش من التعب واللي شافه والاهنات والضغوط بعد عدة ايام تقبله وقال له يعني انا ما عنديش منع ابدا نقبلهم في الشركة طالما يقروا بقرارات المجمع اللي قلناها قبل كده كالزمر قال له طيب انا موافع على كده وانا اوقع لك هو لما وقع قبله في الشركة وصلى مع اوداسين او صلى في الاسكندرية اوداسين يعني قال له كده تمام قال له تمام ليك لكن ايه هم لازم يوقعوا قال له بسيط صافيا لابن خلاص يبقى احنا هنمتفقين الشروط هيوقعوا المجمع قراراته سليمة اللي هي مبنية على كتابات القديس قرولوس اللي هي على اساسها اتعزل نصور ومكسيميان سيجي بداله والعدرة والدة الاله وهكذا قال له قوي تعمر بحاجة تاني قال له لا طب تجديني قال له لا انها بعت اتنين معك يعني بجواب الشركة قال له خلاص كده يبقى تمام بس بالمرة بقى طالما عشان الفرحة تكمل كانوا اقيلين لي كذا موضوع كده عشان الفرحتنا تكمل بقى كان ثلاث حاجات اللي هيفتكرهم هيبقى شاطر نعم رسالة البابا قصناس قال له ايه رأيك هم بيقولوا سألوا ايه رأيك في رسالة القديس اساناسيوس لابا كتيتوس اللي كتبها له قال له طبعا مزبوطة بس ما تكون سليمة ما تزورتش قال له معايا ايه قال له وهجب لك الرسالة الاصلية اللي عندنا في اسكندري فقرنوهم لقوها ايه مزورة فراح كتب له نسخة نسخوله الرسالة اللي موجودة في الاسكندرية والدهال قالوا لو ايمان يعني يتفق مع البابا اساناسيو السمام ادي اول حاجة في حاجة تاني نعم اه فيه اربعة كان حرامهم مكسيميانوس ومجمع القسطنطيني قال له طيب فيه اربعة حرامهم مكسيميانوس فممكن تديهم الحل عشان بقى الفرحة تكمل ازاي اصقف حرم او بترك حرم اللي عنده بمجمع مكاني وانا اديهم الحل ولسيما لما اتعاقبوا لاخطاء قوانين الكنيسة لا تسمح اللي ربط هو اللي ايه يحل ما ينفعش شوفوا اخلاق البابا وقيرولس واحترامه ومرعاته للقوانين عشان قدام شي هتفجأ بقى بالسلوقيات تباين لكم الفرق ادي تاني موضوع دي كلها مواضيع بقى السنوية بعد ما اتفقوا على كل حاجة ان المصلحة يوقعه خلاص بس دي بقى في السكة يعني قال له طيب في موضوع ثالث اه قال له طب بيقولوا في ناس هناك بيتهموك انك ابو لناري فهم يعني 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 عارض للإيمان يقولوا لل للناس اللي هناك قال له انا ابو لناري هو اللي بيقولوا بيتهموك انك بتقول السيد المسيح الجسد اللي خده مش من الأرض وكده يعني قال ده كل جهدنا وهدف التجسد ان يبقى ايه هدف ان يجي ان يبقى في الجسد ان يقى منزق الموت بالجسد عشان يفضي البشرية ازاي واحنا بندافع عن التجسد نتهم يعني ان كان التجسد مش موجود او خيالي فارع عرض الايمان لقى في بعض كلام كويس ان العدرة والدة الاله خير وبركة ان حصل اتحاد بين الطبعتين كويس لكن نتيجة الاتحاد ما تقلش وبعض كلام كده وصف القديس كورولوس ببعض العبارات الغامضة اللي تحتمل الايه المعاني اه كده وكده فكان بولوس قصف حمس موجود يقول لهم يقصدوا كده يقصدوا كده يفسرها بمعنى ارثوزوكسي فالقديس فالقديس كلام كلام هو بدأ يشرح بقى ايه فميز بين كلامهم وكلام دول كتبوا كده اما الذين يتهمون ني فبدأ يرد عليهم ميز بين كلامه وكلامهم لانه وصف قال في بعض العبارات الغامضة ما كانش واضح وموضوع جانبي فحجة ان الناس بيتهموا بالابولينارية كتب هو رد عليهم يبقى دي تلت ايه تلت نقط لم يعتمد اللي هم قالوا كتب ادابيا بولوس اصف حمص فسر اللي موجود بطريقة ارثوزوكسية خلاص بس ده خاص بك وانت راح الاتنين هناك ارتبكوا قعدوا يمكن يومين وبعدين ارسل الله واسألهم حاجة من الاتنين اللي هتوقعوا لاما هطلع على الامبراطور اقولوا في الاسكندرية ما فيش مشكلة بتوع الشرق هم المعطلين السلام فيحنوا بعد الاسكندرية وقوا على شروط مجمع افسس ودخلوا في الشارك وتأخذوا وتأخذوا بالكم اللي هقولوا ده بعد ما حصل كده القديس كيرولوس بعت رسائل ذكر فيها اللي حصل اللي اكتر من كده يوحن الانطاقي بعت اللي حصل جديدة تتطفق مع ايمان الشرقيين طبعا الموضوع ده شرحنا المرة اللي فاتت لكن بنجمله في بعض نقاط القديس كيرولوس الهاب نفسه قال لم نقبل بيانا من احد ولم يطلب منا احد بيانا للإيمان ما اطلبش مننا بيان جديد ولم نقبل بيانا من احد يعني حكاية صيغة إيمانية دي من اللي بيقول كده القديس كيرولوس ولما اتهموا انه تنازل عن كتابات ولا سيام ابن الدل الاثناشر قال مازلنا محتفظين بقوانا العقلية موصلناش للدرجة ان نناقد انفسنا وننكر ما كتبنا وبالنسبة العرض الايمان بقى اللي كتب الشرقين قال كتب الشرقين وقال كذا 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 ثم اضافوا خلستا بعض التعبيرات التي تظهر انهم لم يكونوا انقياء تماما من هزر نصور بعدين لما احد الاحباء وابعت له رسالة بيقول جايب فيها مقطع من عرض الايمان ده فرد على ده كلامه هو على يوحن الانطاقي كلامه هو مش كلامي انا فده موقف القديس كورولوس من ادعاتهم ان فيه صيغة ايمانية اتكتبت وكتب رسائل وضح فيها الامر والعقيدة تماما وخصوصا حوالي خمس رسائل لفاليريان والوجيوس وساكسنسوس واكاكيس اسقف مليتين وحصل تطور بعد كده فضل الادعات دي شغالة وبعد كده فيه تعليم نصور ماشية برضو فجيل الامبراطور سنة ربعمائة خمس وتلاتين قال اي حد ما وقعش على قرارات مجمع افاسوس هياخد قرار حاسم بعزله ففيه الناس اللي ما كانوش وقعه ما كانو لسه ما زالوا بيخدمه والامبراطور مطول باله عليهم قالوا خلاص هنوقع فجيل قديس كورولوس بقى قال لا مش كده وبس صاغ بقى المرة دي بحق وحيي بيان ايماني صرح فيه بالطبيعة الواحدة وخلا شرط لقبولهم في الشاركة خلصوا من كده بدأوا يحيوا كتابات سيؤدور وديدور اسزة نصور باعتبر ان ما كانش صدر حكم ضدهم وبرضو القديس كورولوس قاوم هذا كان الحقيقة الفطرة اللي قضاها في حياته كلها كانت ألم وكفاح وجهاد بسبب هذه الادعاءات انه تراجع عن كلامه عن البنود الاثناشر وان قبل صيغة عقائدية يسموها صيغة المصلحة بدل المصلحة هي التوقيع على قرارات مجمع أفسوس لكن بدهم يقولوا فيه صيغة الايه وده اللي بيتقال لغاية دلوقتي في كل المكانيس الخلق دوني صيغة المصلحة جي يحن الأنطاقي مات سنة ربعمائة اتنين واربعين ابن اخوه اغتصب الكرسي ومين ايده سوودوريتوس وبقى مين بقى المتحكم في المنطقة كلها سوودوريتوس لان ديمنوس دوت شخصيته كانت ضعيفة وعمل اللاية لسوودوريتوس في انطاقيا وكان ينادي يقول له يا ابي فابوه بقى اللي هو سوودوريتوس كان هو المهيمن تماما وبدأوا يعملوا كذا حاجة ينشروا كتابات والاصعب من كده رسامات كتيرة يجيبوا اشخاص لهم نفس الفكر مهما كان عدم صلاحيتهم ويرسموهم اصاقفة في الكراسي الفارغة القديس كيرلوس في ربعمية اربعة واربعين رحل وانتقل من هذا العالم الفاني بعد جهات كبير ولكن طرق تاركة سقيلة للبابا ديوسكوروس من بعده القديس كيرلوس وهو عايش كان بدأ يعاني من هذا لأن رسمه كان في أصف في الرهى اسمه رابولا الديس انتقل فديمنس بمشور السودريت السرسة موحد اسمه هيبة هيبة دا كان ضد رابولا تماما وكان أصعب من نصور وكان يطبع كتب سيؤدور ويدور وينشرها رابولا كان حرقها لكن هيبة دا كان مسك المدرسة بتاع رها وينشر الكتب دي باللغة السريانية وكتب رسالة مشهورة لمريس التهلكوا قبل كده اتهم فيها البابا كيرولوس انه برضو تنازل عن كتباته وتاب وقع على الايمان الارثوزوكسي بعد ما اهانه كتير يعني مش عايز اقرر كلام قلنا لكن دا كان مازال في حياته في حيات البابا كيرولوس هأرى هأرى لكم حاجات قلناها بس لان الشخصيات دي خلي بالك لازم الهيستوري بتاعها يكون معروف عشان لما قدام شوية يبقى في موقف يبقى معارفين الموقف مش من فراغ الرسالة دي كان بيقول فيها ايه اللي قد نشأ خلاف بين الرجلين نصور وكيرولوس كأن الخلاف ايه شخصي فصواب كل من هما نحو صاحب عبارات صارت عصرة للاخرين فنصور استنكر في مقالات كون مريم المغبوطة والدة الإله حتى ظن القسرون أنه مال بدعة بولس السموساط القال إن المسيح إنسان محت أما كيرولوس ففي نقضه أقوال نصور سقط في بدعة أبوليناريوس ذلك أنه ماسل بالقول أن الله الكلمة صار جسدا دون أن يميز بين الهيكل والساكن فيه وكتب إثنين عشر فصلا أثبت فيها طبيعة واحدة للهوت ربنا يسوى المسيح ونسوته وأنه لا يجب التمييز بين أقوال ربنا عن نفس أو أقوال الإنجليين عنه فكم من نفاق يتخلل هذه الأقوال دهيبة بيتكلم على من على البابا كيرولوس فالكنيسة كما تعلم بخطب ماري الفريسي أو مريس الفريسي وفقا لأقوال الأباء بطبيعتين وبقوة واحدة وفرصوف واحد الفرصوف اللي هو شخص أو أكنوم الذي هو ابن واحد الرب يسوع المسيح ولحسم الخلاف أمر الملوك رؤساء الأساقف بعقد المجمع الأفاسوسي لفحص أقوالهما برضو بيخليك إني خلاف بين اتنين وقبل وصول جميع الأساقف ويوحن الأنطاقي إلى أفاسوس عزلوا نصر عن الأسقفية دون محاكمته يعني ما يقولش انتظروا يوحن اتأخر لا ده كأنهم تعجلوا قبل ما يوصل المغلطات التاريخية كتير حد وبعد يومين من عزله وصل هو والآخر إلى أفاسوس ولما علموا أن فصول كيرلوس الاثنية عشر المضاد للإيمان القويم قد جعلت أساسا للإيمان القويم في عزل نصر عشان كده بقولكم كتابات قبول مجمع أفاسوس بمعناته قبول كتابات القديس كيرلوس فعزل أساقفة الشرق كلهم كيرلوس ومنوا عن الشركة الأساقفة الذين قابلوا الفصول يعني كإني بيتكلم كإن المجمع بتاع الشرقيين دول هو المجمع المسكوني ومجمع عفز الظلم معزولين يعني بيعكس الحكاية كإن القديس كيرلوس خارج الشركة عشان يقبل الشركة لازم يتنازل ويعمل كده ومنوا عن الشرق الأساقف الذين قابلوا الفصول طبعا اللي قابلوا الفصول أساقفة مجمع عفز كلهم ثم عاد كل إلى مقره عد نصور إذ كان يكرهه أعيان المدينة وأهلها وظل الشرقيون لا يشاركون مع الأساقف الذين وافقوا كيرلوس ما يقولش مجمع عفز بل صار الواحد عدوا لصاحبه وقد تطاول الطاغية مطران الرهى يقصد رابولا بحجة الإيمان على أن يحرم في الكنيسة علنا حتى الراقدين ومنهم سيودور المصيسي المغبوط وكاروز الحق ومعلم الكنيسة كرسي أنطاقية وكان فيه الدسين كتير زي رابولا والعلي دلوقتي ومنهم سيودور المصيسي المغبوط وكاروز الحق ومعلم الكنيسة ذو الإيمان الحق الذي ترق لأبناء الكنيسة سلاحا روحيا في مصنفاته وكتب ليست غريبة عن الإيمان الحق ثم أوفد الملك من بلاته رجلا عظيما شهيرا ليلزم القديس ومحب الله يحن أسكه في الشرق بمصالحة كيرلوس شوفوا بيتكلم على المصالحة إزاي إذا وافق على هذا الإيمان يعني صالحه إذا وافق على إيه وحرم القائلين بتألم اللهوت وبوحدة طبيعة اللهوت والنسوت الملك بقات له يتصلح معاه إذا وافق يعني كان كيرلوس هو المحروم ويحن اللهين فلانا قلب المصري شوفوا الفرق في الأدب أباءنا لما يقولوا يقولوا الورع الطقي الخائف الله مصري دي كانت عامل له موعدة فلانا قلب المصري على القديس كيرلوس قبل الإيمان وحرم جميع الذين يؤمنون بعكس ذلك يعني القديس قرولوس قبل الإيمان بالطبعتين وحرم كمان مش قبل بس اللي يقول خلاف ذلك فزال الخصام والآن تتمتع الكنائس بالسلام أما الذين تطولوا على الأحياء علموات فهم يتعصرون بأزيال الخجل ولا يجرؤ أحد على القول بوحدة طبيعة اللهوت والنسوت ولكن هم يعترفون بالهيكل وبالساكن فيه ابن واحد يسوع المسيح طبعا أما نوجز النقطة الرئاسية في الرسالة دي لأن الرسالة دي خطيرة وكان لها ملحق حتى عندهم في المجمع الخامس أولا يتهم القديس كورولوس بالسقوط في بدعة أبو لناريوس لأنه قال بطبيعة واحدة للإله المتجسد أن عندهم طبيعة واحدة يبقى أبو لناري مهما قلنا كامل في الهوتي كامل في ناسوتي لا بس في الاتهام ده ده تعليقي أنا وفي اتهام خصوم البابا كورولوس له بذلك أنه قال بإيه بالطبيعة الواحدة رد على الخلق دنيين الذين يدعون بأن القديس كورولوس كان يقصد الأقنوم الواحد وليس الطبيعة الواحدة أنهم ده القديس كورولوس قد يقول بطبيعة واحدة يقول لا ده يقصد الأقنوم مع أن اللي معاصرين ومنهم عارفين أنه يقصد الطبيعة إقرار إقرار بأن ربنا يسعى المسيح أقنوم واحد بطبيعتين وهي نفس العقيدة التي تقررت في مجمع خلق دنيا بعد كده عمل شكلياً بيقبلوا مجمع عفاسوس لكن في الواقع لا يعني بعض كنائس كسلكية اللي سمعت يعني في صلواتهم ما يذكروش مجمع عفاسوس مهجمة مجمع عفاسوس هو هجمه صراحة مهجمة رابولة لأنه قاوم تعليم سؤدور وديدور المنحرفة الإدعاء بأن مصلحة دي كلها الحاجات اللي وردت في الرسالة بمصلحة 433 تمت على أساس حرم القديس قرولوس للقائلين بوحدة الطبيعة وقبول إيمان الشرقيين وقد سبق أن ذكرنا الرد على هذا الإدعاء وغيره من الإدعاءات الخاصة بالمصالحة شوفوا بقى شخصية ليه أنا بقول لكم الحاجات دي تاني رغم شخصيته الواضحة وفكره الواضح ده كله إلا إن يفاجأ الجميع يرسموا أصقف على الرهى بعد رغول لدرجة إني بعض العلماء الخلق دنيين لم يستطيعوا أن ينكروا ذلك في أحد العلماء اسم الأستاذ يحنى رومانيدس قال فسؤدوريتس طلق عونا كبيرا في أنطقيا وإزدادت النشاطات المؤيدة لنستوريوس إزيادا خطيرا ومن الواضح أنه تحت تحريد سؤدوريتس روسي ما عدد من النساطير أصاقفة بما فيهم إيريناوس الكنط النسطوري المتعصب والرديء الصمعة والمتزوج مرتين ده مين اللي بيقول كده يوحنى رومانيدس وده يعني أستاذ في الكنيسة الروم فطبعا ده ده في كتاب الأستاذ يوحنى قال كده في كتاب اسمه مجمع خلق دونيا أي فرق أم يجمع ولما جي يرسمه بروكلوس كان لسه عايش بطرق القسطنطينية عام 435 تنيح القديس رابول مطران الره فقام يوحنى الأنطاقي برسامة هيبة خليفة له معروف بنصرياته وعداء للقديس كيرولوس ولما أغبر بروكلوس أسقف القسطنطينية بأمره لفت إليه انتباه يوحنى قال له انت بتعمل ايه انت مش عارف ده مين وكتب ايه ولكن لم يأخذ بهذا فرسمه هيبة اللي معروف بعداءه للبابا كيرولوس طبعا هيبة دوت أنا أحيانا يا جماعة برضو تخلي بالك ممكن بحاول أمشي بالتسلسل التاريخي في الفكرة والأحداث لكن أحيانا لما بيكون مسك شخصية معينة فعشان نربط بنعمله بنط ونرجع تاني يعني للربط بس دي نقطة نقطة تانية عايزكم تاخدوا بالكم منها أما باقتبس أقوال حتى من ناحية التاريخية من مراجع بجبها بنصها لأننا هنا الكرس اللي هنكمل فيه دوت فيه جانب تاريخي شوية أكتر من اللهوتي ولكن نقطة خلافية في الرواية التاريخية يختلف الخلق دونيين عننا فبحاول أستشهد بمراجع تخصهم كتير فبجيبها بنفس كتاباتهم حتى في الباور بي أنتم ممكن تلاقوا الأسماء ممكن حد فيكم يفتكر أنها أخطاء إملائية مش أخطاء ده أنا أجيبها زي ما هي درجة مرة أحد الأحباء كده خد يكتب يفتكر أن أخطاء إملائية رحم لكن دي احنا بتعمد أسيبها فيه يكتبوا مثلا ديمنوس زيمنوس مثلا كيرولوس يكتبوها لام لام وهكذا بسيب كل حاجة بشكلها وخطأها أو يعني بالنسبة لنا يعني على أساس بنوصق الأحداث بصورة دقيقة لأن ممكن هنقول كلام يبدو للبعض كغريب لكن أنا بستشهد بي أكتر ما هستشهد باللي عندنا هستشهد ببعض الكتابات الأخرى اللي تتطفق مع رواياتنا مما يزبط أن فكرنا ورواياتنا وسجلاتنا التاريخية أصدق وأصح طبعا هيبة بمجرد ما ترسم موقفش كده جاب ابن اخته أصقف لحران اللي هو سم دانيال وابن عم صفرون أيضا أصقفا لتل موزل وده كان يعني منجم وفاسد غير تعليمه بقى يعني يشوفوا جابوا رسم أسقفة أرايب وفاسدين وكل واحد من اللي قلنا ده هيبقى له ملف هجب لكم ملف في الإدانات من عندهم مش من عندنا عشان تتصوروا وتتخيلوا البابا ديسكورس الجو اللي وجهه عاش فيه ازاي وابن لما نوصل في تطور الأحداث هتعرفوا ازاي الأحداث كان بتتطور شوفوا بعض الأقوال اللي كان بيقولها بقى في خطب وعزاته إني لأحسد المسيح الصار إلها ذلك إنما صار هو صرت أنا أيضا لأنه من طبعي إن الله الكلمة بمعرفته السابقة علم أن المسيح سيتبرر من أعماله ولذلك سكن فيه وهنا ما فيش اتحاد سكنة زي كان إنسان بار كويس قول تاني يقول إن يحن الإنجيلي قال في البدء كان الكلمة ومتى الإنجيلي قال كتاب ميلاد يسوع المسيح بن داود بن إبراهيم فهوزهما إثنان وفي عيد القيامة قال في خطابها اليوم صار المسيح غير مائت ويجب أن نتأمل الإله والإنسان منفصلين الأول أخذ بالنعمة والثاني أخذ بالنعمة في يوم خميس العهد قال لا يفتخرن اليهود فأنهم لم يصلبوا الله بل الإنسان المحت وده الفكر النصوري اللي كان له أثار كتيرة أنت عارفين وحده والذي مات وآخر الذي هو في السماء واحد هو بلا بداية والآخر له بداية واحد هو الذي من الآب وآخر الذي من العزراء بيتكلم عن ايه اتنين صرف إن كان الله قد مات فمن هو الذي أحياه كالأرجوان للملك كذلك جسد المسيح وكما أنه إذا أهين الأرجوان توجه الإهان إلى الملك كذلك والألم وجه إلى الله ولما تكلم عن القيامة المسيح قال إيه قال إن جسد المسيح بعد القيامة ليس الذي كان له قبلها ولما اعترض عليه أحدهم متسائلا كيف أن توم الرسول حين شك مس جنبه ولمس موضع المسامير فسمع الرب يقول لو لتكن غير مؤمن بل مؤمنا أجاب هيجبا إن ذلك كان خياليا دي يعني الحاجات بعض تعليم اللي قالها إيه هيبا بعد بعد ما جاء ديم نص وفي سنة روامية تلاتة واربعين قبل ما يتنيح البابا كيرولوس مباشرة رسم شخص لا يمكن لأحد أن يتصور أنه يترسم إيريناوس طبعا عارفين القند القائد المتزوج مرتين ضد كل الشرائع اللي كان منفي قعد في المنفى سنين الإمبراطور نفي جابوا بمشهور السعودوريتوس ورسموا أصف أصف على صور ده ما اكتفش بكده جي رسم واحد اسمه أوكلينوس أسقفا على جبيل وكان برضو متمسك يعني شوفه يجيبه وهيبة وهيبة يرسم آخرين وعملين يعني إيه ينتشر رحل البابا كيرولوس واستراح عن أتعابه وجي البابا دي سكورس في هذا الجو الملبد كان موجود بقى سودوريتوس هو المتزعم الفعلي وديمنوس المغتصب للكرسي زو الشخصية الضعيفة وهيبة اللي شتم الكديس أنا طبعا لما تنيح البابا كيرولوس أنا يمكن قلتلك المرة اللي فاتت هيبة وسودوريتوس حتى الموت ما كانوش مؤدبين سودوريتوس أخيرا مات الفرعون الأشرار عمرهم بيطول ليه كده ما أن البابا كيرولوس كان حوالي سبعين سنة قال الأشرار عمرهم بيطول وأهانوا جي البابا بضيس كورس وشايف كل حاجة وعارف كل حاجة أول لما جي على الكرسي كان لسه طبعا إرناوس مرسوم الخبر وصل ما الخبر ما كانش بيوصل بقى لو ترسم 443 البابا كيرولوس 2444 وترسم القديس زيس كورس أو لما عرف اعتبر أن الرسامة دي باطلة ففي أحد المراجع لو تاريخ كنيسة أنطاقيا يقول إيه سم علي مديس كورس بأن إرناوس شرطنا أسكفا على صور فطالب زيمنوس زيمنوس أنا مش بقولها غلط هو مكتوبة كده بس بقولها بنصها ابطال انتخابه وشرطنيته بعت لديموس قال له دي رسامة باطلة مخالفة للشرع الكنسي فأجاب الشرقيون أنهم حكموا على ناصوريوس وأنهم باقون على الميساق العقائدي للوحدة ربعمية تلاتة وتلاتين وأنهم يرتضون برسالة القديس كورولوس فليفرح المتحدون اللي هي بتحوي صيغة عرض الإيمان اللي بيلوا عليه صيغة المصالحة يعني قال له انت عايز ايه تاني احنا حكمنا على ناصور خلاص ومتمسكين بصيغة المصالحة عايزين يثبتوا ان المصالحة كانت هي ايه الصيغة دهيت ولا انت ناسي الرسالة اللي بعتها القديس كورولوس اللي جات فيها الصيغة دهيت فصار سؤدوريت سودمن وهيبة ومن معهم يحاولون نشر وفرض عقيدة الطبيعتين من خلال ترسيخ الادعاء فيما فيما يخص مصالحة 433 مع خطة سؤدوريت السبع في رسامة اصاقف لهم نفس الفكر مهما كان عدم صلحيتهم البقية من كتبهم أفرمي بالسناء مكتوب المجمع الخلقدوني عملت مطبع باللغة العربية سنة 1694 في روما وبعتوا نشروه في مصر هنا كان ساعتها في فترة البابا مش فاكر الثمانتاشر ولا الثبعتاشر مش فاكر معلش يعني سمحوني اذا كان بعض التاريخ بتطوهمني شوية ويمكن كان في حياة الانبيو ساب الاباح الكتاب ده جاب نتيجة عكسية فلمو وحرقو لكن مازال في نسخ تم الاحتفاظ بيها قدرت بنعمة ربنا احصل على نسخة او صورة منها لقيت فيها لا ده في روما اه منشور في روميا يعني ما اتطبعش هنا في مصر يعني بس اتطبع باللغة العربية واللغة بسيطة عشان كده ايه هتلاقوا التعبيرات بتاعتها بسيطة ف مكتوب فيه في عام ربعمية واربعين كتب لون قصف روما رسالة الاوتاخ يؤيده فيها في جهاده ده ده هرتقة نسطور يعني عايز اوريكم ان في الفترة دي الهرتقة عمالة انتشر اللي هي كان ما بعد مجمع افص وبعد المصالحة وغيره يعني عمالين ينشروا الفكر النسطوري في عام ربعمية ستة واربعين او ربعمية سبعة واربعين كتب سؤدوريتوس ضد ضعكة الطبيعة الوحدة للسيد المسيح واعتبرها ابولينارية رغم ان وقع على المصالحة اللي هي قرارات مجمع افص لكن ادعى ان المصالحة شئتاني ان القديس كورولو استراجع عن كتاباته وان قبل صيغة عقائدية جديدة اللي هو القديس كورولو بنفسه قال لم نقبل بيانا من احد ولم يطلب احد مننا ايه بيانا جديدة بيقول ايه بقى ده كتاب the council of calcidone the sellers صدر في انجلترا ده يعني يترجمنا بعض اجزاء منه بيقول اسقف كورش دائما ما يكون متحمسا ومجادلا مهرا حمل قلمه مرة اخرى وفي وفي عام ربعم 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 ستة واربعين او ربعم سبعة واربعين مؤلفا مؤلفا ضد خطأ الادعاء بان لهوت ونسوت ربنا يسوع المسيح طبيعة وحدة خطأ مأخوذ من حماقات ابوليناريوس ده سيلرز اللي بيقول كده يعني في هذا العمل شرع سؤدوريت في اظهار انه بينما حفظ الانطقيون على عقيدة الطبيعتين فانهم كانوا ارثوزوكسيين تماما لانهم كانوا لو يقسمون المسيح الواحد ولكن يدركون الاختلاف بين اللهوت والنسوت وان انصار الارثوزوكسية الاسكندرية في محاولتهم لتأمين قبول عام لعقيدتهم بالطبيعة الوحدة كانوا معرضين لخطر اغفال هذا الاختلاف والتعليم بامتزاج الطبيعتين فسؤدوريتس مش بيكتفي ان هو يسعى لرسامة ناس نصطرة لا عمال يكتب كمان ويعلم بالطبيعتين فحصل ليه بقى سؤدوريتس عمال يكتب كده وشغال زي النحلة يخرب مين بيقاون البابا دي سكورس وبيعون مين اطاخي لان اطاخي كان له قبول عند الامبراطور وكان ابن الروح من رجال البلاط دي انا تعليك انا يعني نتيجة انتشار الكتابات والمؤلفات التي تحوي الفكر النصوري ولا سيام السيام السودوريتس بمساعي اطاخ يصدر مرسوما امبراطوريا ضد تعليم نصور في 16 فبراير 448 الذي يقضي باتلاف كل الكتابات التي تتعارض مع الايمان الذي شرحوا الاباء في نقيا وافس وكيرولوس ذو الذكرى المقدسة واحتوى المرسوم ايضا الحكم بشأم سيام ايريناوس المتزوج مرتين بالعزل وفي نفس التوقيت ايضا كتب اطاخ لولاون يطالبه باداء دوره ضد احياء بدعة الابنين شوفوا بقى سيلرز بيقول ايه سرعان ما وصلت اغبار اجراءات النصرة هذه الى العاصمة في الكوستنطينية يعني حيث بدأ اتباع المذهب السكندري في اتخاذ موقف باعاز من اطاخ اقنع كيريسافيوس او خيريسافيوس اللي هو ابن اطاخ الروحي في البلاط الامبراطوري اقنع الامبراطور بازدار مرسومه المناهد لنصور في 16 فبراير 448 وفي نفس وفي نفس الوقت تقريبا الارش مندريد اطاخ يعني طالب لاو انقصف روما باداء دوره ضد احياء بدعة الابنين حزر المرسوم الامبراطوري كتابات نصورية حيث وصل الى مسام الامبراطور ان اشخاص عديدين نشروا عقائد غامضة او ملتبسة لتتفق صراحة مع الامان الارثوزوكسي الموضوع بواسطة الاباء في نقيا وافاسوس ومن قبل كورولوس الذكرى المقدسة ويبدو انه يشير الى ان السلطات في القسطنطينية قد ابلغت بنشر احداث اعمال سؤدوريت فصدر امر باطلاف هذه الكتابات واشتمل المرسوم ايضا على الحكم الامبراطوري بشأن سيام ايريناوس المتزوج مرتين ولكي يعرف الجميع كيف ينقط الهوتنا اولئك الذين يقبلون عاقيدة نصور غير النقية الطقية فقد امر بضرورة حرمانه من زي ولقب الاصقف لا شك في ان ديوسكوروس في الاسكندرية شاهد تقدم هذه الاحداث باهتمام شديد دا مين اللي بيقول كده سيلارز اللي هو يعتبر برضو خلق دوني ان سوقدوريتوس كتب كتبات نصورية وبمساعي من اطاقي صدر امر امبراطوري بمنهضة الكتبات سواء لسوقدوريتوس او غيره وبعز لاريناوس اللي رسم بطريقة غير شرعية مين اللي دي دور في الحاجات دي كلها اطاقي خلي بالكم عشان تعرفوا الاحداث هتمشي ازاي شوفوا رغم الادعاءات الخاصة بصيغة مصلحة ربعمية تلاتة وثلاتين الا انه كان يوجد فريق ارسوزوكسي قوي في سوريا يدرك الحقيقة ويرفض بشدة هذه الادعاءات ويتمسك بقوة بقوة بتعليم القديس كورولوس الخاصة بالايمان بالطبيعة الوحدة متفقا في ذلك مع البابا دي سكوروس وكنيسة الاسكندرية في فريق قوي كان ارسوزوكسي مازال في البلاد دهيت وكان يتواصله مع القديس جسكوروس فبارد 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 واجد واجد هذا الفريق على اتفاق مع الفريق القائل بمذهب الطبيعة الوحدة في مصر لان في مصر كانوا يرفضوا الادعاء دوت يعني اللي في سوريا رفضين الادعاء النسيغة العقائدية دي رفضينها تماما ما فيش حاجة حصلت كده وقال دول بيتطفقوا مع الفريق بتاع مصر وكان دي سكوروس نفسه يستعمل هذه النقاط ولكن لا بمعنى ارثوزوكسي مثل كيرولوس بل كان يتناول عبارة طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد بمعنى منوفيزيقي طبيعة واحدة يعني يقول اه كان دي سكوروس بيردد كده برضو بس مش بزي كيرولوس بالمعنى ان يقصد بها طبيعتين لانهم يقولوا كيرولوس يقول طبيعة بس يقصد بها اوكنوم اوكنوم في طبيعتين لكن يقول دي سكوروس لا بيقصد طبيعة طبيعة واحدة بالمعنى المنوفيزيقي يعني كان دي سكوروس مخالف لمين لكيرولوس هم يعني هيفهموا اكتر كيرولوس اكتر من دي سكوروس يعني طبعا الكديس دي سكوروس بدأ يرسلهم ويرفض الادعاد هيت لكن قوموه يعني يقول برضو في كتاب تاريخ كنيسة انطاقيا اللي هو الخلق دوني يقول ويذكر سؤدوريتوس ان دي سكوروس كتب مرتين الى الشرقيين يلزعهم بالنقد من اجل تلقى القضية وكان ظاهرا ان قصد فرد معتقد الطبيعة الواحدة مع سلطته المطلقة على كل الكنيسة متصديا لميساق الاتحاد عام 433 الذي كان الشرقيون يستندون عليه معتبرا الاسقف اللامع الشهير سيوزوريتوس عائقا في سبيل مقاصده يعني هنا طبعا القديس زيسكوروس رافض تماما لهذا الادعاء بصيغة 433 والمتصديا لمساق الاتحاد مصرين ان هي المصلحة كانت كده وان القديس زيسكوروس بيعتبر او بيعتبر سيوزوريتوس عائقا في سبيل تحقيق السلام وحدة الإيمان فالقديس يسكوروس عشان شكليا ان في مصلحة وفي سلام عشان يحسم الأمر قال لهم اعلنوا قبولكم للبنود الاثناشر مش انتوا وقعتوا على المصلحة اللي هي قيمة على قرارات مجمع افسس وقلتوا ان قرارات مجمع افسس بنيت على اساس كتابات القديس كورولو السلسيام البنود الاثناشر دي المصلحة كده اعلنوا علنا قبولكم البنود الاثناشر فشوفوا بقى يقول ايه برضو في كتاب تاريخ كنيسة انتاكيا وكان ديوسكوروس قد طالب ديمنوس وسيادوريتوس في رسالته آنفا بان يقبل رسالة كورولوس التي بعنوان لمخلصنا مع الفصول الاثنائي عشر فاجاب زيمنوس بانه توجد في غير تلك الرسالة نصوص اخرى تتوسع في بسط التعليم الارثوزوكسي اما سيادوريتوس فاذرق ديوسكوروس مصرا على فرد الاراء في وحدة الطبيعة ولرغبته في تدارك انتشارها انشأ بصيغة حوار مؤلفه الشهير المجمع وضمنه جملا ومقاطع من مؤلفات القديس كورولوس الذي عده في جدوى الاباء الكنيسة شوفوا المقر بتاعهم القديس كورولوس قال لهم طيب اقبلوا واعلنوا قبولكم لرسالة القديس كورولوس اللي بتاعه البنون 13 قالوا يعني هو ما فيش غيرها طيب القديس كورولوس كتب حاجات كتيرة ورح سؤدوريتس جاب عمل مؤلف جديد اقتبس منه بعض اقوال انطقاها كده للقديس كورولوس واعتبر اللي هو كان بيقول على القديس كورولوس الاشرار عمرهم بيطول واعتبر من اباء الكنيسة ده كله عشان يغدعوا البسطاء اما كان يحطوا اسم زي القديس كورولوس عانى في حياته اما كانوا يستخدموا اسمه كده فيه كتير من البسطاء في الشرق اللي هما بيؤمنوا بشدة بتعليم القديس كورولوس لما يشوفوا اسمه انه كتبوا في كتاب كده وبيذكروا فيقبلوا لايه الكلام بالكامل الحكاية عملة تزداد انا طاولت ولا ايه حكاوي ايه انا هالمرة ده لسه نسخن عملين يزيدوا فيها نشر كتابات رفض لقبول البنون الاثناشر صراحة دلوقتي رسامة اسقفة نصطرة صرف بدأوا ياخدوا خطوة اكثر تجرؤ وجرأ سودوريتوس كتب صيغة تتطفق مع عرض الايمان اللي هو بيقولوا عليها صيغة المصلح وحب يجبر الارثوزوكس الكليرز الارثوزوكس اللي عنده ان يوطعوا عليها وإلا يحرموا يعني مش يكتفي بحاله بس لا حتى الارثوزوكس عايز يرسم نصطرة ويحرم مين علنا خلي بالكو عشان لما قدام شوية تشوفوا البابا ديسكورس بياخد موقف في ناس تتهم البابا ديسكورس انه يعني كان عنيف او كان لا بوريكوا الاحداث كانت ماشية ازاي والشخصيات بعينها وضعها كان ايه ومين اللي عنى منها اكتر الارثوزوكس اللي في الشرق عنوا اكتر فبنقول سؤدريتوس يتجرأ اكثر بانه لا يكتفي بنشر الادعاء الخاص بمصالحة 433 ورسامة اصاقف لهم نفس الفكر لكنه اتخذ موقف اكثر جرأة في محاولته اجبار الاكليروس الاورثوزوكسيين بالتوقيع على ذلك ايضا وإلي يكون مصيرهم الحرمان والطرد طب يا ترى الكلام ده انا جايبه من عندي لا خلي بالكم الحاجات اللي دايما بناخدها عليهم بجيبها من عندهم عشان محدش يحتاج يقول ان احنا بنفتري وبندعي في كتاب برضو كتاب تاريخ كنيسة انطاقيا يقول ايه فالتأم مجمع من الاساقف في انطاقيا بتوجهات سيودوريتوس واصدر دستور ايمان دعية الى امضائه المشتبهون بالطبيعة الوحدة اللي هو عرفهم بيامنوا بالطبيعة الوحدة تعال انت تعال انت تعال انت وبينهم كهن سوري الاصل اسمه بلاجيس او بلاجيس وجاء هذا الدستور مصوغا بروح مصاق الاتحاد لعام ربعمية تلاتة وتلاتين قاطعا حجة المظهرين غيرة بغير معرفة اللي هم الارثوزوكسي يعني عندهم غيرة لكن مش عارفين كويس اللي هم ادي ايمان كورولوس هو بسيغة ربعمية تلاتة وتلاتين المعاللين على ديمنوس وسودوريتوس بانهم زو اراء نصورية اللي هم بيتهموهم انهما الارثوزوكس اللي بيتهموا ديمنوس وسودوريتوس بانهما ايه ناصطر فطبعا لما اخد موقف منهم ما فيه مرد يش يوقعوا فكانوا بيلتجوا المين الارثوزوكسي الاكليروس الارثوزوكسي دول المضطهدين هناك كانوا يلتجوا المين لمصر يقول بابا ديسكورس ويقول فيبراري مصر فيقول برضو في نفس المرجع ومنع ديمنوس بلاجيس وغيره من الغيريين الوعز بالكلمة الالهية حرم ولكن هؤلاء انحضروا الى الاسكندرية في ازار اللي هو مارس ربعمية تمانية واربعين بزعام ذلك الراهب المتعصب طبعا مين اللي بيقول كده خرزو السمس وبا دبلوس ده هو يعني منهم بس أنا جاي بالحدث توصيفه هو يعني حسب فكره بيوصف بزعام ذلك الراهب المتعصب ووشو بديمنوس وسودوريتوس لدى ديسكورس ودسوا على لسانهم بعض الاقوال الكاذبة وقام قائم الرهبان جميعا في مصر من جري ما أشيع على يد رهبان سوريا ولم يستطع ديسكورس ضبطهم إلا بالجهد والعنت يعني هم دول لما جم هنا متضررين وحكوا على اللي بيحصل الرهبان انفعلوا والأباء الكبار في الرهبان انفعلوا وطالبوا البابا ديسكورس بأخذ موقف لدرجة نفس المؤلف دوت يقول ولم يستطع ديسكورس ضبطهم إلا بالجهد والعنت آه يعني بالعافية من بشاعة ما روه إزاي الشر متجبر مش يسحوا لا ده ده عايزين يجبروا الأرثوزوكس على إيمانهم وإلا يحرموهم فحصل إيه البابا ديسكورس عقد مجمع في الإسكندرية ووجه رسالة باسمه إلى ديمنس وسودوريتس متاهما إياهما بأنهما يفسدان الأرثوزوكسية الكلام ده جيف في المرجع برضو بتاع بابا دوبلوس يقول إيه فدعا ديسكورس العقد مجمع في الإسكندرية ووجه باسمه رسالة مطولة إلى ديمنس وسودوريتس تشكل اتهاما قاسيا بأنهما يفسدان الأرثوزوكسية بالمعتقدات الأريوسية ويسببان الاضطراب والقلق وبعث الرسالة مع إكليريكيين هما إيصائية أشعية يعني وكيروس فأجاب بيكتبها بالزال سيوزوريتس ديسكورس المتعجرف وصد الاتهامات وعرض معتقده الأرثوزوكسي طبعا سيوزوريتس يعني إيه إيه إنت بتقول إيه إحنا أرثوزوكس يعني برضو فيه تكبر وتجر وسبات على الخطأ مش كده وبس بعت رسالة للبابا ديسكورس يدفع فيه عن نفس إحنا إيمان أرثوزوكسي إحنا أرثوزوكس إحنا صح فالرسالة دي جابها سيلرز في كتاب The Council of Calcidone يقول كما دافع سيوزوريتس عن نفسه في الرسالة إلى ديسكورس زعم أن العديد من المستمعي تحت إشراف الأساقف من جايب ثلاث أسماء من دومنس ويحنى في أنطاقيا قد شهدوا جميعا على أرثوزوكسيته أسعف هو بيشهدوا على أرثوزوكسيتي وأكدوا أن هؤلاء يجب أن يستبعدوا من جماعة المسيحيين الذين قسموا ربنا يسعى المسيح أو تجرأوا على الاعتراض على لقب والدة الإله وإن اللي بيقسموا المسيح ابنين وإن ما يقولوش العدرة والدة الإله يجب أن يستبعدوا إحنا أرثوزوكس وأضاف أنه للحفاظ على الاختلاف بين جسد الرب ولهوته في كتاباته فقد استخدم اقتباسات من الأباء السكندريين ثوفيلس وكيرولوس من أجل إغلاق أفواه أولئك الذين قوموا هذه العقيدة عقيدة الطبيعتين بدأ ينطقي بعض عبارات يقول له إحنا لنا إيمانه بتاع ثوفيلس وكيرولوس نفس الخلق الدنيين يوصفه السودوريتس بالمخادعة يعني مش عايز يسكت مصر يحاولوا معاش مال يمين برسائل بالزوء بالشرح مش عايز يسكت خالص وبعدين مش ثبت في مكان عمال كأنه هو البترك في أنطاقيا ويهيج الدنيا فالحل إيه بمساعي من قطاخي يصدر أمر إمبراطوري بأن يلزم بإبعث سودوريتس عن أنطاقيا وأن يلزم إبارشيته لأن كان ديمنوس عمل له مقر في أنطاقيا فجيب في كتاب تاريخ كنيسة أنطاقيا يقول ولكن لم يطل الوقت حتى تعمم الأمر الملكي الذي دفع إلى استصداره ديسكوروس وطبعا أطاقيا لكنه بابا دبلوس هنا بيقول اللي كان وراء ديسكوروس عن طريق مين أطاقيا والقادي بإبعاث سودوريتس عن أنطاقيا ولزم أبروشيته وعدم الإبتعاد عنها أنت تلزم أبروشيتك هنا ما تتحرك من هنا ما تدخل ش عن طاقيا سبب سبب ألأ فاكرين من الأول خالص وقلت له خلوا بالكم من الاسم ده ألأ والطراب لا يهدأ بالكذب وبالخداع وبلا ضمير يرسم شوف واحد متجوز مرتين ومحكم عليه وملوش علاقة بالدين ويدفعا عن قانونية رسمته ورغم محاولة القديس بمعاونة أطاقي بتحجيم سؤدوريتوس حيث صدر أمر إمبراطوري بأن يلتزم سؤدوريتوس بحدود إبارشيته إلا أنه ظل يلعب دورا كبيرا في إصارة البلبلة والإضطرابات من خلال كتاباته ورسائله أي دولك انشغال مين اللي بيقول كده مش أنا ولا حد من عندنا خلي بالك أنا حريصة أجيب لكم معظم الشواهد إيه آه من عندهم سيلرز يقول على الرغم من إعاقته كان سؤدوريت بنجيب الحدث التاريخي كحقيقة موجودة يعني توصيفه إيه بقى هو قال يعني بيعتبر أن الطبيعتين دول هما الأساس لكن يقول ندت فيها بالحرمات الأسنية عشر وعقيدة المزج وطلب بقبول الطبيعتين طبعاً طبعاً في الرسالة اللي كتبها سؤدوريت الزي عايز في الوقت ده كان منطقة المصر والشرق الرهبانة كانت في أوجه قوتها وكان الرهبان يمثله ثقل كبير في الكنيسة وتأثير كبير فعايز يضل للرهبان فكتب رسالة أنا هقول لكم بعض النقط اللي جاي فيها وعجمها أرى لكم النصوص بتاعته بس عشان تقدروا تتفهمها لأن الأسلوب الكتابة تفضل يبون في الرسالة دي ركز على وحدة الشخص وليس وحدة الطبيعة وده اللي بيقوله الخلق ودوين لغاية الشخص واحد شخص المسيح الواحد اتحاد الطبعتين في الشخص الواحد شخص في طبعتين ده التعبيرات اللي ايه اللي تتقال يرفض البنود الاثنية عشر للكديس كورولوس يحاول أن يثبت الادعاء الخاص بصيغة مصالحة ربعمائة تلاتة وتلاتين باعتبرها باعتبرها أنها تعبر عن الفكر الأنطاقي للاتحاد بين اللهوت والنسوت الخداع من خلال الخلط بين الصفات الطبيعية وبين الطباعة عارفين عارفين زي الزمان لما كان استخدموا كتابات ال يدور وسيدور فيوحن الأنطاقي بعث للكديس كيرولوس وقال له إحنا يعني التمييز دي بين الصفات مش بين الطباعة يعني يدل أنهم ما فاهمين التمييز بين الصفات مش بين الطباعة فيحاولوا يخلط ما بينهم زي بنميز الصفات لكن ما بنميز الطباعة يعني والاتهام التقليدي لأصحاب الطبيعة الوحدة بالأبولينارية رغم التأكيد المتكرر على كمال النسوت في السيد المسيح فشوفوا بقى في الرسالة اللي كتبها بحسب النص اللي جات بي مين اللي جابها هنا أنا جابها من سيلرز كتاب باللغة الإنجليزية قول في رسالات العامة مع ملحقها الذي يوضح أن الأنطاقيين يؤمنون بأن ربنا يسوع المسيح هو ابن واحد بعد التجسد لرهبان سيريا وفنقيا وكليكيا وجايب الأسماء يقدم سيؤدوريت عرض موجز للتعليم الأنطاقية أنه يطرح النقاط التالية الحرومات الأربعة الأولى التي يفحصها بإجاز هي نبتات من الجدر الحامض لأبوليناريوس يعني يقول على البنود اللي ورد في البنود الاثناشر دي من جدرها إيه الجدر الحامض أو المعفن أو البايز لأبوليناريوس يعني دي بتاعة أبوليناريوس يقول فإن الانطاقيين عازمون على الحفاظ على طراثهم دون أن يمس ويشرع في أن يقطب الصيغة المصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين الكلام ده تعليقات يعني دايما مصدرين صيغة المصالحة صيغة المصالحة اختزل القديس كرولوس كأن الصيغة دي بتاعته هو دي بس كمان يعني نسبوها لي والقديس كرولوس هو صيغة المصالحة بس اللي هي مش بتاعته القديس كرولوس ده كلامه هو إنهم يعتقدون فأن في يسوع المسيح فإن فإن الكلمة اتخذ وحد لنفسه طبيعتنا من أجل خلاصنا فهو شخص واحد وحدة الشخص الله هو الإنسان وأن له كل من الصفات الإلهية والبشرية بس شخص واحد إنهم لا يقصمون المسيح إلى شخصين ولكن يتأملون النسوط من خلال الألام أو المعاناة ويدركون اللهوت من خلال المعجزات اللي هي نفس الصيغة بتاعة الطومس اللون اللي كان كاتبها سؤدوريتس متلألأة بالمعجزات وقابلة للأهنى الطبيعة وطبيعيها نحن لنقصم الطبيعتين إلى مسيحين لكننا نعلم أن الكلمة الإلهي مولود من الآب وأن طبيعتنا قد اتخذت من ناس لإبراهيم ودؤود معتقدين أن الرب هو المولود الوحيد قبل التجسد والبكر بعد التجسد من العزراء فهم يعترفون بأنه يمكن أن تدعى بكل من والدة الإله ووالدة الإنسان ولا يكفون في طريق هؤلاء الذين يستخدمون اللقب السابق والدة لله التعبير عن قوة السر لزي ما كان قال القديس كرولوس كتبوا أنهم العدرة والدة الإله في التهاد لكن أضفوا خلصة بعد أقوال تظهر أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هزر نصور في الختام سؤدريت يصرح بأنه قد حاول مرارا وتكرارا ليحضر أولئك الذين كانوا في خطأ ونواح إلى الحق جاهد عشان يعني يهدي ويأسف على أنه بينما منذ وقت ليس ببعيد أي بعد المصلحة في 433 كانوا جميعا لهم عقل وفكر واحد والآن انقسموا إلى عدة السنة طبعا هو يقصد في بداية المصلحة القديس كورولوس والأورسوزوكس ما كانوش زريانين بالإدعاءات اللي بتتقال فكانوا بيتعاملوا أن احنا مصالحين وروح واحد بقى خلاص لما بدأوا يعرفوا ويدركوا الإدعاءات بدأ فيه رد فعل من القديس كورولوس وبعد القديس ديس كوروس فالفطرة اللي هي الأولى ده هي هي اللي بيعبر عنها سودوريتوس أنه منذ وقت ليس ببعيد كانوا جميعا لهم عقل وفكر واحد والآن انقسموا إلى عدة السنة وألحق بالرسالة برهانه دليل على أن ربنا يسوع المسيح وابن واحد بعد التجسد هنا مرة أخرى ينادي بأن الأنطقيين لا يقسمون المسيح الواحد إلى ابنين ولكن أنهم يفهمون الاختلاف بين الجسد واللهوت ويؤكد أن أولئك الذين كانوا يعلمون بالطبيعة الوحدة لللهوت والنسوت كانوا يسقطون بتهور في الوادي المقابل يقصد بدعة أبو لناريس طبعا هو بعت الرسالة دي المين مين اللي كنت نمت كان بعيدها المين عشان يستملهم للرهبان في الشرق طبعا خيبوا ظنوا سيلار يقول ايه لكن كما كان متوقعا فقط كانت جهوده يؤسس أدريتوس لكذب الرهبان غير مسمرة وكانت هذه هي قوة مؤيد الطبيعة الوحدة في فينقية دا يورينا قد ايه كان الاماكن في الشرق دي الايمان الارزق سيقوي فيها جدا يعني كانوا حتى المخالفين دول صوتهم عالي لكن الغلبة كانت لأصحاب الطبيعة الوحدة وخصوصا الرهبان يقولوا كانت هذه هي قوة مؤيدة الطبيعة الوحدة في فينقية التي بعد تأخير لمدة ستة أشهر أجبر ديمنوس في سبتمبر ربعمائة تمانية واربعين إلى تعيين القصيص فوتيوس التابع لإيمان الإسكندرية لكرسي صور الشاغر كرسي صور دا اللي كان عليه مين إيريناوس الإمبراطور عزله وفضل الكرسي فاضي وسؤدوريتوس مشجع أن العزل ده باطل وأن التاريخ مليان أن فيه ناس متزوجين أكتر من مرة ترسموا وي 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 وسؤدوريتوس كتب الرسالة ديت عشان يستميل الرهبان جابت نتيجة عكسية وبالعكس أجبر ديمانوس أن يترسم واحد على صور له نفس فكر الإسكندرية هو طلبه بي اسمه فوتيوس لسه ورغم كده القديس زيوسكوروس عايز السلام فبرضه بيتبع يقبلوا البنود الاثناشر وبطلوا الادعاء الدهية لأن بقبولهم البنود الاثناشر الادعاء أن القديس كورولوس تنازل عن كتاباته وأقر طبعتين دي كلها تبطل ولكن للأسف رفضوا بردو يقول سيلرز يقول سيلرز يعني ما بيدخلش أنطاقي بقدم نصل لوحده سيلرز اللي بيقول كده يمكن أن يتحرك ديس كوروس بحرية أكبر لم يمضي وقت طويل قبل أن يرسل رسالة تهديد ثانية إلى البطريارك الأنطاقي يشكو من أن الأمور لا تسير في طريق مستقيم وأشار إلى أن معلمين معينين كانوا يقولون أن نصور قد عزل بسبب رفض حضور مجمع أفاسوس وأن رهبان من الشرق أتوا إلى الإسكندرية بعقيدتهم وأزعجوا سلام الأديرة المصرية وباتخاذ الخطوة التي لم يجرؤ كيرلوس نفسه على اتخاذها البابا ديس كوروس يعني حس ديمنوس على قبول الإثنية عشرة حرما ديس بيقول أن الخطوة اللي بكيرلوس ما عملهاش مع أن القديس كيرلوس رفض المصالحة ورفض أنه يحرم بنوده وكان أساس الاتفاق والمصالحة قرارات المجمع المبنية على البنود الاثناشر يعني يعني ما زالوا يدعو أن القديس كيرلوس تنزل عنها والقديس ديس كوروس هو اللي مصر بها أكتر من كيرلوس نفسه يلحس ديمنوس على قبول الاثنية عشر حرما لأنه بذلك لن يترك أي مكان للنصاطرة لكن بطريارك أنطاقيا الذي اعتقد أنه من الحكم عدم الإعلان عن كل ما في هذه الرسالة والرسالة السابقة من الإسكندرية مش ما تجاوبش معها خباها عشان كده حتى في مصادرنا مش موجود أنا جبناها من مصادرهم هم وذكر ديسكورس بالمعاملات في وقت المصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين قال هو بيفكر ديسكورس المصالحة كانت إيه يعني لم يذكر كورولوس أي إشارة إلى الحرمات البنود الاثناشر عند السعي وراء السلام في الكنيسة طبعا كذب وافتراء لأن لما جم في الأول بواسطة أكاكيوس أصقف حلب وقالوا له تحرم رفض رفض تام وقال لازم قبولها وقبول قرارات مجمع عافسوس قبولوس أصقف حم سراح ووقع وهم وقعوا لكن يدعو غير كده تماما أن القديس كورولوس تجهلها لم يذكر كورولوس أي إشارة إلى الحرمات البنود اللي تنشر عندها السعي وراء السلام في الكنيس ويستم أحضرها في ظل الظروف العصيبة السيدة في ذلك الوقت يعني يعني الحاجات اللي كورولوس ما جابش سيرتها في وقتها لو جبنا وقتها في الوقت الحالي ده ديمنوس بيقول كده فسيكون الشرق في حالة من الاضطراب بحيث يكون هو وأخيه الأصقف لا شيء الدنيا هتقوم وأنا وأنت هنبقى لا شيء لذلك طلب من ديوس كوروس أن يدرك الخطر وأكد له مرة أخرى أن الشرقيين ملتزمون ببنود السلام يقصد ببنود السلام آه وأن إيمانهم كان إيمان نقية كما أوضحوا الآباء الأرثزوكسي في كل من الشرق والغرب مفيش فايدة برضو لما لقوا البابا ديوس كوروس بيضيق الخناء عليهم سؤدوريتوس اتحددت إقامته أو نشاطه والبابا ديوس كوروس بيطلب من ديمنس قبول البنود الاثناشر صراحة فكان فليفيان جيه أسف على الأقسطنطنية وكان شخصيته إلى حد ما باهتة شوية ومستحوز من قبل الشرقيين فدمنس بعت رسالة لفليفيان يشتكي فيها مين البابا ديوس كوروس فانا بقول دمنس ارسال دمنس إلى فليفيان أسف القسطنطنية يستغيث به متهما القديس ديوس كوروس بأنه يخالف القوانين إذ يتدخل في اختصاصات إبراشية غير إبراشيته ولسيام كورس أنطاقيا الخاص بالقديس بطرس معلم القديس مرقص ما كل من أنطاقيا ورومة بينسبوا نفسهم القديس بطرس اللي هو معلم القديس ايه عملالهم معقدة الحتة دي ويضيف دمنس أنه أعلم القديس بأنهم يتمسكون بصيغة المصلحة ربعمية تلاتة وتلاتين شوفوا تكرارها كتير 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 والإيمان النقاوي الذي شرح القديس أسانسيس في الرسالة إلى باكتيتوس اللي هم زوروها وطالبا من فليفيان أن يناصرهم بكل مجاهرة كبطل للإيمان الإلهي ولكن فليفيان لم يرد أن يتصادم مع القوي ديسكورس ده مين اللي بيقول كده ده كلامي ده الأول تعليقي لكن هجب لكم النص اللي قاله سيلرز بهذا الخصوص يقول إيه بقى بحسب إسلوب سيلرز في خضم مشاكله يقصد ديمنوس يعني ناشد ديمنوس في لفيان أسكو في القسطنطنية الذي خلف بروكلوس في عام 446 واشتكى أن ديسكورس على الرغم من معرفته أن أنطقيا تخص العظيم بطرس الذي كان معلما للمبارك أو الكديس مرقص قلب أوضاع كرسي الإسكندرية يعني مفروض يبقى كرسي الإسكندرية خاض على أنطقيا قلب الأوضاع من خلال أفعال تدخله كان يدوس تحت الأقدام على الشرائع المقدسة بالفعل كان الإسكندري قد أبدى سؤنيته تجاه أسقف أنطقيا فإن الرسالة التي وردت من الإسكندرية باتهامها للشرقيين بالتعليم بابنين لم يكن يجب أن تكتب لأن ديوسكورس فضل أن يصدق كلمة القاضي فينا بل أنه أضاف صوته إلى هتفات أولئك الذين كانوا يطلبون حرما ضد أخيه الأسقف في أنطقيا في ناس راحوا للقديس يسكورس وطالبوا بحرم مين ديمنوس كما أنه لم يكن على علم بالعقيدة التي كان الشرقيون يأقدون عليها ما يعرفش نحن بنؤمن بإيه فقد أبلغ من خلال رسائل مجمعية أنهم يؤيدون صيغة المصالحة كب وصدقوها أنهم يعيدون صيغة المصالح وعقيدة نقية كما حددها أساناسيس في الرسالة إلى باكتيتوس لكن على الرغم من كل هذا أرسل الإسكنداري بعض الأساقف الأطقياء إلى العاصمة على أمل زيادة تحريض ضد الشرقيين ومن ثم يجب أن يتقدم في لفيان ويتصرف بكل جرأة كبطة للإيمان الإلهي لكن أسقف القسطنطينية لم يكن لديه رغبة في الاستضام مع القوي ديسكوروس في الواقع ما كان يحدث الآن في العاصمة يجب أن يكون قد خدم في تحذيره من خطر الانضمام إلى ديمنوس الذي تلق رسالة في سبتمبر ربعمية تمانية واربعين ده سيلرز بيقول كده بنلاحظ إيه بقى فارسلته دي الإدعاء الخاص بمصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين الإدعاء المتكرر بقوة والتمسك برسالة القديس أساناسيوس التي أثبت القديس كورولوس من قبل أنه تم تزويرها كما أن خوفه في ليبيان من التصادم مع القوي القديس ديسكوروس جعله ذلك أن يدور على حد تاني يصطدم به ما يبقى جزيوس كوروس مين بقى هنعرفه في عام بقى ربعمية تمانية واربعين ده سنة مهمة قوي تمكن بعض الأرثزوكس الشرقيين بمساعدة أطاخي من الحضور أمام الملك سؤدوسيوس لاتهام الشرقيين مع رئيسهم ديمنوس بالنص سورية الشرقيين مش لقين منفذ هيشيكوا المين فراحوا القسطنطينية عايزين يشيكوا الملك في ليبيان ما بي يعني مش ما يساعدش فمين سهلهم أن يقابلوا الإمبراطور أطاخي يقول الذي تلقى في ليبيان رسالته من ديمنوس يعني في سبتمبر في هذا الوقت تقريبا تمكن أعضاء الحزب الأطاخي ده سيلرز اللي بيقول كده من الوصول إلى الحضور الإمبراطوري وأمام سودوسيوس نفسه اتهموا كل الشرقيين مع رئيسهم ديمنوس بالنص تورية تعبتوا عموما هنا يتضح بقى أن الحرب وصلت في القسطنطينية إلى مستوى عالي كان أطاخي قود الجانب الأرثوزوكسي مما يدفعهم لمحاولة التخلص منه بعد ذلك وللحديث بقية عشان يعني ما تتعوش طيب هنشوف الأسئلة الموبايل عشان هنشوف الأسئلة هنشوف الأسئلة اللي موجودة الأول في السؤال بيقول كيف يكون رسامة فوتيوس الذي له الفكر الأرثوكسي السكنداري قانونية قانونية وقد تمت رسامته بيد ديمنوس المهارتك المتمسك بهارتك نسطور مهمة مهمه الكهنوتية ديمنوس حرم بعد ذلك لكن حتى هذا الوقت لم يكن قد صدر ضده حرم معين هنبدأ في الأسئلة اللي هي الأونلاين فيه حد بيقول تم حرم مكدونيوس بعد وفاته وحرم أفكار وحرم نسطور على الرغم أنه مش أول واحد ينشر التعليم الفاسدة فين موقف المجمع المقدس من مدرسة أنطاقي وأسازة نسطور مش أترك المعلمين مدرسة أنطاقيا ينشرون التعليم الفاسدة وبعد ذلك أحرم تلاميزهم لا هو لما بيتحرم نسطور مش اتحرم كشخصه بس هو فكر فكره اتحرم لما الفكر بيتحرم بيسر على ما قبل وما بعد لأن الفكر مش محدد بالزمان فبيسر على ما قبل أي حد كان له الفكر لو فكره باقي محروم الشخص فحكم الله خلاص لكن لو له فكر بحرم الفكر لو جي بعد نسطور ناس لهم نفس الفكر يحرم الفكر أيضا فحرم الفكر يسري على ما قبل وما بعد يعني لو واحد محروم ولو كتابات حتى لو ما كانش محروم لكن الكتابات دي تحرمت بعد كده من خلال إدانة شخص آخر مثلا له نفس الفكر بالتالي الحرم يسري على نفس النوع من التعليم والكتابات طيب أي سؤال نشكر حسن عن صدقكم ونكتفي بكده هذا المساء نلتق الأسبوع القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة